هو واحد دار زعم الإعلام المغربي وحاط كل الصور مبعد فيف إزرايل هذا ما ركش إذا كنت مغربي صح أذكر حم بلوكيك أنا شخصيا يعني بسع إذا كنت مغربي صح ركت وسيء للمغاربة لأن أنا على يقين أن الأغلبية العظمى من المغاربة أراهم ضد التطبيع مثلهم مثل كل شعوبنا ضد التطبيع لماذا ضد التطبيع؟ لأن إسرائيل كان الإسرائيلي ظالم ومحتل ويظلم الفلسطينيين ويقتل الفلسطينيين ويسجل الفلسطينيين ودنهم أراضيهم أنا أنصح إذا كانت هذه الجهات الرسمية هي التي تشيح هذا أدروا يذركم هذا الموضوع أما إذا كانوا ذباب إسرائيلي والله منش عارف هذه بالصح يجي مغربي فيف إسرائيل وتحط لك هذا إذا افترضنا من اللي أنا مش عارفينش كون يديرها على كل حال بس حنا نقولها برك اللي خاوتنا سوى مغاربة أو غير مغاربة تمجيد إسرائيل ومدح إسرائيل راه ما يعطل حتى واحد فخر يا إسرائيل هذه العشرين بالمئة اللي بقاتل الفلسطينيين ومقبلتش فقط 22 بالمئة باقي للفلسطينيين في الظفة الغربية وغزة مش قابلة وهي وصلت تقتل الصحفيين وقتلت أبو عقلة شيرين أبو عقلة وزات قتلت بعدها صحفية فلسطينية وقتلت شحال من شاب وأمس فقط نشوف فيهم وهم داخلين على واحد الشاب راهوا في الكومة الآن والصور موجودة التطبيع جريمة في حق الإنسانية قبل ما يكون في حق المغاربة أو الجزائريين أو غيرهم التطبيع ما يخدمش مصالح المغرب ولا مصالح الجزائر ولا أي مصلحة خلوا على الأقل الإسرائيليين يعطوا أدنى الحقوق للفلسطينيين ثم رحوا طبعوا